اشتركوا في القناة ونطلعكم عليها ونقول رأينا كمان الحقيقة في هذه الأخبار نص التاني بيبقى فيه فقرة حوارية فقرتنا النهاردة لها علاقة بكرة السلة هيكون ضفنا النهاردة اللاعب البرتوريكو المحترف في صفوف كرة السلة وولتر هوج اللاعب اللي كان ليه سبق هنا في مصر سنة وبعد كده اختفى عن الدوري المصري سنة ورجع بعد كده على النادي الأهلي تعاقد معانا مدة موسم هلعب معانا هذا الموسم يمكن قول مبارياته المباراة اللي فاتت ضد نادي الاتصالات في بطولة القاهرة وبيتمر مع الفريق دلوقتي بشكل مستمر استعدادا طبعا للبطولة العربية وهنقول تفاصيل الفريق ان شاء الله لما نوصل الى أخبار كرة السلة رجال وولتر النهاردة عندنا كلام كتير جدا هنسأله عليه هنسأله عن ظروف انضمام والنادي الأهلي وإيه اللي حصل وإيه يعني العلاقة اللي بتربطه مع مستر أجوستي بوش لأنه بيثق فيه بشكل كبير جدا هنسأله عن كل شيء نسأله عن ترحيب جمهة النادي الأهلي بيه هنسأله عن الفرقة عن أقرب اللعبة ليه رأيه الفني عن نادي الأهلي هل تبع المباراة الدولي السنة فهنسأله عن كل حاجة فتبعوا الفقرة دي ان شاء الله يكون فيها جديد ويمكن ده أول ظهور لولتر هوج في الميديا بعد منضمامه للنادي الأهلي هنروح لأخبارنا هنبتدي بكرة اليد رجال في النادي الأهلي بقيادة مستر دانيال جوردو جوردو نجد بحداكم عارفين أنه الفرقة بتستعد لبطولة أفريقيا والسوبر جلوبال أو بطولة العالم ولكن بطولة أفريقيا الأبطال هي البداية 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر هي دي الوقت أو هذا المعاد اللي هتقام فيه بطولة أو يعني بطولة أفريقيا الأبطال في نسختها 43 مستر دانيال خلاص أعلن قائمة فريقه دي صور للفريق في مطار القاهرة وكانوا بيستعدوا إلى المغادرة أمس وطبعا تم الإعلان عن 18 لعب اللي هيشاركوا آسف ناردة الصبحي كانوا في مطار القاهرة وأعلن مستر دانيال عن 18 لعب وهم عبد الرحمن طه حارس المرمى وعبد الرحمن حميد حراس المرمى محمد إبراهيم أمر خالد كاستيلو أحمد هشام سيسا محصر رمضان مهاب سعيد عبد الرحمن فيصل مصطفى خليل إسلام حسن إبراهيم المصري أحمد عادل ياسر سيف البرازيلي رؤول نانتس أحمد خيري إسلام راضي سيف هاني عمر سامي آه تمام الكابتن طبعا خالد مرتجي رئيس بعسد الفريق وإن شاء الله كل التوفيق ليهم والآن هلعب في المجموعة التانية مين معاه في المجموعة التانية فلاورز البنيني وكنشاسا كونغولي ووفاق عين التوتا الجزائري والترجي التونسي كل التوفيق طبعا أتصور إن شاء الله هتبقى أقوى مباراة الترجي معنا خاصة أن الترجي مبارح فاز على نادي زمالك في نهاية البطولة العربية وتأهل الترجي إلى السوبر جلوبال لأنني أحدكم عارفين الاتحاد الدولي قال يعني أو طلع قرار إن بطل العرب هيتأهل لبطولة بطولة العالم ولكن طبعا تعرفين عشان كده شارك فرقة كتيرة لها وزنها عربية زي الترجي والزمالك على أمل التأهل والكويت الكويتي على أمل التأهل لبطولة العالم ولكن نجح الترجي إنه يخطف بطاقة التأهل لسوبر جلوبال في مباراة مبارح طبعا كانت نهاية البطولة العربية ولكن الأهل يتأهل كحامل لقب سوبر الأفريقي وبالمناسبة بطولة أفريقيا اللي هنلعبها دي الفائز هيحجز بطاقة في مباراة أو في نهاية كأس السوبر الأفريقي اللي بيفوز بأفريقيا الأبطال بيكون أحد طرفي نهاية لو اتعاملت من مباراة واحد لو السوبر الأفريقي وقسم معنا قبل كده لو تفتكروا السنة اللي فاتت كانوا قالوا إن السوبر الأفريقي هيكون أكتر من المباراة زي دورة مجمعة وده اللي يتطبق في مصر السوبر المصري كان سبورتينج والأهل والزمالك ولكن السوبر الأفريقي احتمال كبير السنة يكون بهذا الشكل لو كانت مباراة واحدة فهيكون البطل أحد طرفي هذا اللقاء ولكن لو كانت دورة مجمعة يكون واحد من ثلاثة أرباح لحسب ما يعلن الاتحاد الأفريقي فطبعا هي بطولة مهمة للنادي الأهل النادي الأهل السنة اللي فاتت هو حامل لقب أبطال الكوز وليست أبطال الدوري وبالنسبة هي دائما أبدا بتتلاقي في شهر عشرة كل سنة الأبطال بتتلاقي في شهر عشرة ممكن توقفت أثناء فترة كورونا ولكن بعد ذلك حافظ الاتحاد الأفريقي على معادها بشكل سابت بعد البطولة دي إن شاء الله فرقنا هيشارك في السوبر جلوبال بإذن الله وخليني أستعرض مع حضراتكم بالمرة معلش أنا أسف يا جماعة هتطول في الخبر ده ولكن فيه يعني فيه السوبر جلوبال أو البطولة العالم هقول لحضراتكم الفرق اللاجحة تتأهل إليها دي بقى لش دي يعني سبق شوية عن بطولة أفريقيا ولكن ده مهم جدا بعد مباراة النهاية بطولة عربية مبارح وتأهل التراجع لحساب الزمالك هنقول بقى قائمة نهائية للسوبر جلوبال على الأهل طبعا على رأس المشاركين التراجع التونسي برشيرونا الأسباني ماك ديورج الألماني كليسي البولندي بنفيكا البرتغالي كلوب مينستروس المكسيكي سيدني الأسترالي توباتي البرازيل الكويت الكويت الخليج السعودي مدر السعودي وجود خمس فرق عربية في السوبر جلوبال تاني الأهل والتراجع فرقتين الكويت الكويت والخليج السعودي ومدر السعودي خمس فرق عربية فيها تشارك في السوبر جلوبال وجود حاجة سعيدنا جدا 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 وكل التحية طبعا لدكتور حسن مصطفى اللي الحقيقة أخذ قرار إدى تقل البطولة العربية وتحس إن اتحاد دولي بيدار بنفس فكر الاتحاد المصري طبعا فكر دكتور حسن مصطفى عشان يدي فاليو للبطولة العربية لكرة اليد ويه دافع أو يخلي فرق كبيرة تصرف وتحط فلوس وتشارك في هذه البطولة عشان يديها فاليو كبير أو قيمة كبيرة بناءا عليه الفرق تشارك ويبقى احتكاق قوي بدل ما يبقى عنده البطولة واحدة إقليمية هي بطولة أفريقيا نجح الاتحاد الدولي لكرة اليد إنه يخلي البطولة العربية كمان لها وزنها وليها ثقالها وبأصبحت بطولة معتمة لتحاد الدولي كل ده مكسب لكرة اليد في النهاية كرة اليد العالمية ده مكسب للنهاية البطولة العربية هنا انت بتكسب شريحة جديدة جدا من الفرق العربية الكبيرة اللي عايزة طبعا يكون لها وجود في كرة اليد وما بتقدرش تتأهل من قرتها عندها بطاقة أن يتخش إلى سوبر جلوبا من خلال البطولة العربية كل التحية طبعا فكر جديد وفكر نفس الفكر ده والتجدد والابتكار هو اللي بتدار بيه كرة اليد في مصر وده الأسس لها الدكتور حسن مصطفى من 30 سنة من 1990 ويمكن ما قبل ذلك كمان أسس الدكتور حسن مصطفى لهذه النهضة الكبيرة في كرة اليد وهو الآن بيشارك في نهضة كبيرة لرياضة كلها مش بس لكرة اليد شايفينه إزاي بيتحرك في ملف استضافة مصر الأولمبيات 2036 وإزاي هو يعني 2036 لسه 14 سنة الله أعلم هيكون موجودين ولا لأ وربنا يديله طبعا الكابتن الصحة وطولة العمر ولكن هو بيفكر لمستقبل مصر أيضا مش بس المستقبل كرة اليد وهي دي مصر غنية بولادها وكوادرها وده اللي كنا بنقوله أن مصر دايما على استعداد أنها تنظم أكبر الأحداث بل وتشارك ويكون أحد صناع هذه الأحداث طيب هنروح لكرة اليد شباب كان عندنا فريقنا موليد 2002 بيلعب مباراة امبارح في دورة المرتبط الأهل والزمالك في صالة ميت عقبة صالة الكابتن عبد الرحمن فوزي في ميت عقبة ونجح فريقنا بقيادة طبعا الكابتن أشرف عواد النجم الكبير والأسطورة الكبيرة لكرة اليد المصرية ونادي الأهلي استطاع ان مبارح أنه يقود المباراة بحكمة وبيد إسلام راضي استطاع أنه يحسب المباراة 28-27 بهدف لإسلام راضي في الثواني أو الثواني الأخيرة من عمر الماتش وأهدى الفوز لفرقيته وكان ممكن يخلص تعادل ولكن احنا هنا بنفوز وأكيد المباراة دي لها دور كبير جدا في دور المرتبط انت عندك النهاردة موليد 2002 و2004 هما المرتبط يمكن زي ما برضو بقول وبعيد اتحاد اليد هو اللي بيبتكر والباقي كله بيبتدي ينتزع الفكرة ما بيقولش نقلد ولا حاجة ما فيش تأليد في النجاح ولكن فيه اقتداء بالناجحين لما عمل اتحاد كرة اليد دور المرتبط من أكثر من 15 سنة كابتن بن حمود أحمد علي الله يرحمه رئيس الاتحاد المصر كرة السلة شاف ان فكرة دي فكرة جيدة جدا وقابلة للتطبيق في كرة السلة فابتدأ ينشئ دور المرتبط في كرة السلة بس بيرتبط مع جيل واحد السلة بترتبط مع 16 سنة سنة والسنة اللي بعدها 18 سنة على حسب بطولة أفريقيا تأتي في هذا العام مع أن يجيل انما كرة اليد دعمل حاجة أحسن خلى المرتبط مرتبط بجيلين يعني مش بس جيل واحد فهو اذا سبق خطوة تانية يعني يبقى فيه مرتبط او دور المرتبط بيكون معاك فرقتين النهاردة فرقتين 2002 و2004 فيه التدرج الفرق من الأول للسادس ومنعنا عليه بيحصل الأول بأعلى درجات أو أعلى نقاط الثاني أقل شوية الثالث أقل وهكذا إذن دور المرتبط دوري مهم جدا من عمر المباراة ساعات بتفرق نص نقطة عن اللي سابقك وعن اللي بعديك ولكن نص نقطة في كرة اليد الحقيقة ممكن تحسم لك دوري تحسم لك بطولة توديك لمباراة محتاج تتعادل بس عشان تفوز فإذن أو تفوز بالبطولة طبعا فهنا أنا بتكلم عن كرة اليد كرة اليد طبعا استطاعوا أن هم فريق 2002 ينتزع فوز مهم خارج الديار في صالة ميت عقبة بالفوز على نادي الزمالك المنافسة التقليدي طبعا والنتيجة دي طبعا لو كان التعادل كنا نقول كويس ولكن فوزك أحسن وأحسن لأن المباراة اللي بعد كده تبقى في صالة الأمير عبدالله الفصل بمقار نادي الآلي في الجزيرة فإذن احنا عندنا أدفانتج أعلى ولكن كرة اليد أو الألعاب الجماعية ما بتعترفش بالملعب يمكن أنت بتشوف فرق كتيرة جدا بتخسر بره ملعبها وفرق بتخسر في ملعبها وتكسب بره ملعبها فإحنا نتمنى إن شاء الله أن ده يبقى يعني انطلاقة جيدة ونتمنى إن شاء الله فريق الشباب يبقى على قدر المسؤولية وكمان كابتن أشرف عواض صرح لنا أن اللعيبة فريق ورجالة وكانوا على قدر المسؤولية وعملوا مطش قوي وده خلاهم ينجحوا في الفوز بالمطش في قلب صالة نادي الزمالك ده كان تصريح كابتن أشرف عواض لينا وإسلام راضي طبعا يعني نجم كبير وبيستعد أو يعني لحجز مكانه حتى في الدرجة الأولى فطبعا لما يبقى لاعب في سنه عشرين عام ويستطيع أن يكون عنده هذا الثبات الإنفعالي ويستطيع أن يحط هدف في آخر ثانية إذن لا إسلام راضي يعني أتوقع إن شاء الله وأنه يقدر بعد سنة أو اثنين يكون عمود من أعمدة الفريق الأول لكرة اليد اللي إن شاء الله يتمنى له التوفيق في بطولة أفراقيا القادمة طيب هنشوف بعد كده وهنروح على كرة اليد سيدات كرة اليد سيدات يعني فيها الزتين حصلوا لعبنا أربع جوالات كسبنا اثنين خسرنا اثنين وإحنا بنستعد المباراة الخامسة مع مدينة نصر إن شاء الله والمباراة تتلعب الساعة ستة بالليل يوم السبت على صالة الأمير عبدالله الفيصل في مقر النادي الأهلي بالجزيرة الفريق مفتقد طبعا كابتن الفريق وأحد نجومه وكابتن عيد عبد الملك نصر عيد عبد الملك واللي تصابت في صباعها وهتضطر تعمل عملية طبعا صباع في إيديها اليمين اللي بتلعب بيه ودي يعني أزمة كبيرة لأي لعب يلعب كرة يد ولكن إن شاء الله ما فيش أزمة خالص مع نصر نصر منتهى الرجولة منتهى التحمل إن شاء الله تعمل عملية وترجع أحسن الأول واستضفناها من خلال هاتف الحلقة اللي فاتت وعرفنا منها إمتى تعمل عملية وهترجع إزاي إن شاء الله شهر ونص شهرين بالكتير نصر بإذن الله ويكوني في الملعب ومش محتاج أأكد لحضراتكم إنه في هزة أو في هزة وأن السبب الرئيسي في هذه الهاتف الحلقة اللي فاتت وشرحناها باستفادة لو يعني عايزين تسمعوها يعني باستفادة على صفحتنا على الفيسبوك على صفحة قناة الأهلي دوروا على اللينك إحنا تكلمنا عن المنتخب وإزاي اللعبة بتتمرن مع المنتخب خمس تيام في الأسبوع خمس تيام في الأسبوع عشر لعبات من النادي الأهلي على قوة منتخب مصر بيطلعوا من المعسكر يوم الخميس بيتمرنوا معاك الجمعة بيلعبوا مباراة السبت فإذن الفرقة بتلعب معاك مباراة واحدة سوري تملين واحد فقط قبل المباراة وهو غير كافي بالمرة لاستعادة الهارموني أو استعادة الانسجام بين اللاعبين أيضا بين اللاعبات والجهاز الفني واللعبات وبعضهم لأنوا عارفين حضركم الجهاز فني جهاز جديد واللعبات عدد كبير منهم صفقات جديدة وأيضا مصاعدي من النشآت محتاجين هارموني محتاج مطشات كتيرة فطبعا تمرينة واحدة الليلة المطش غير كافية الفرقة الأخرى بيشارك منهم لعبة أو اثنين أو تلاتة بالأكثر في منتخب مصر ما عندهمش هذه الأزمة أغلب الفريق بيتمرن قوامه سابت بيقدروا يعني يستعدوا بشكل جيد في الوقت النادي الأهل بيحرم من عشر لعبين ولكن هو ده منتخب مصر وإحنا ما عندناش أي أزمة من كده احنا بنقول اللي بيحصل يعني الليلة الفرقة في هزة وأتصور أن في الجد إن شاء الله أكيد هيوتاح للنادي الأهل أنه يستعيد لعبته ويتمرنوا بشكل يعني جيد ولكن أتمنى عشان لما نوصل لهذه المرحلة يكونش عندنا إصابات لأنه الحقيقة تغير الأحمال التدريبية مع عشر لعبات من قوام الفريق روح يتمرنوا هنا وييجوا هنا وتغير الملعب ومعسكرات وتخلق المعسكر ومعسكر تخلق المعسكر ممكن يؤدي ذلك إلى إصابات في الوقت اللي لعبة النادي الأهل أو لعبات النادي الأهل يعني مطالبات دايما بالفوز المركز الأول هو المركز الوحيد اللي بيعترف به لعبة النادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي فإذا ضغط جامد عصبي وأيضا ضغط تدريبي في المنتخب والنادي الأهلي أتمنى نوصل لنهايات إن شاء الله بدون إصابات إن شاء الله ما فيش جد نصرة ويارب يشفيها وتعود بكل قوة طيب هنروح لكرة السلة لا خلينا نروح لكرة السلة رجال قبل ما نروح للسيدات مستر أجوستي بوش المدير الفني خلاص أنهى استعداداته للبطولة العربية الفريق هيسافر يوم 3 أكتوبر بإذن الله إلى العاصمة الكويتية الكويت والبطولة تنطلق يوم 5 إلى 15 أكتوبر القادم في الكويت طيب الفرقة كانت لعبة بطولة القاهرة وكابتن مستر أجوستي يعني رافع الحمال التدريبية والبدنية بشكل كبير النهاردة يعني بيرتب لمباراة مستر أجوستي مع اسموح يوم الخميس القادم هتبقى مباراة يشارك فيها فاكوادي اللاعب المنضم المحترف المنضم حديثا مخصوصا البطولة العربية فقط فاكوادي هيلعب معنا بطولة العربية فقط إنما والتر هوج ضفنا النهاردة في حلقة النهاردة إن شاء الله هيكون معنا في الستوديو كمان شوية هو مكمل معنا الموسم كله مباراة الاتصالات التي تصور حضراتكم شايفينها دي شاهدت مشاركة وولتر هوج لأول مرة السنة دي مع الأهلي وهبقى مين لأول مرة بعد عودته من منتخب مصر طب بطولة الكهرباء اللاعبنا فيها كم ماتش خمسة خمسة أغلبهم تصاعدين اللاعبنا نادي الكهرباء والسكة الحديد والطيران واليوبيوس والمصير الاتصالات آخر مباراة في ملعب المصير الاتصالات واستطعنا إن احنا نفوز بفرق يمكن 17 أو 18 نقطة يعني أنا حضرت المباراة دي الدنيا كويسة الفرقة شكلها حلو ولكن هو اختبار أيضا كويس ولكن مش الطب طبعا لأنه نادي المصير الاتصالات ما شاركش سبينسر اللاعب المحترف في صفوف وكان قاعد برا لأنه كان لسه جاي من الصفر قابليها بيوم ففضل كابتن سولي المدير الفني للاتصالات وما شاركوش بس كانت تجربة نكحة مش وحشة يعني ولكن بطولة سموحة أو مباراة سموحة اللي جاية هتشاهد اشراك المحترف في صفوف سموحة وأيضا فاكوادي من ناحيتنا فإزا دي هتبقى آخر بروفا لحامل اللقب النادي الأهلي طبعا اللي فاز بهذا اللقب للمرة الأولى في تاريخه السنة الماضية في البطولة اللي تلعبت على ملعب برج العرب صارت برج العرب أفكركم كان سيمي فاينال مع الاتحاد السكنداري وستطعنا أن احنا نفوز وصلنا في النهائي إلى الكويت الكويت على مفتكر يا جماعة صح الكويت الكويت وكان معا تنين أجانب بشكل كبير جدا مستوام عالي جدا بشكل يعني جيد وكسبنا 78-66 وكانت يعني مباراة شهدت حصول هاب أمين أو سوري البطولة شهدت حصول أمين على أفضل لعب عربي في البطولة طبعا الاتحاد العربي وكانت السلب يشهد الحقيقة نشاط جيد لسنوات اللي فاتت بدأ يبقى فيه فكر جيد بدأ يبقى فيه متابعات النهاردة البطولة العربية الكرة السلة بكل المقييس وبكل المتابعين ونقاط الرياضيين هي أقوى بمراحل من بطولة أفريقيا البسكبول أفريكا ليج لأن كل الفرق العربية والمصرية بتضع يعني استثمارات وضخ يعني لعيبة ومعسكرات النادر الاتحاد سافر سربي عمل معسكر جاب اثنين محترفين زينا بالزبط الجهراء الكويتي على فكرة وحاجة كويس عايزة أقولهلكم أغلب الفرق العربية جاءت عامات معسكرات هنا يعني الجهراء كان هنا الكويت الكويت على النادي الكويت الكويت لا الأهل الليبي كان هنا لأنه كنت بتصل بأحد اللاعبين النهاردة في نادي الشمس عرفت منه أنه لعبه مباراة مبارح مع ضد نادي أهل الأهل الليبي وغالبا توقعته أنه يشارك في طول العربية وبالفعل هو مش شارك في طول العربية فإذن مصر أصبحت قبلة طبعا الشقاء العرب مرة أخرى للمبارات الاستعدادية أو المعسكرات الاستعدادية لانطلاق موسم كرة السلة وده نتيجة دوري قوي عندك دوري قوي نجحت أن تتسوقه بشكل جيد بقى متابع عندك ست سبع فرق بتنافس الحق يقال عندنا دوري قوي فده جذب الفرق الأخرى نتيجة من المعسكرات كان زمان احنا بنعمل الفرق بتعمل معسكراتها في لبنان يمكن الظروف والأحداث ويعني هناك في لبنان أثرت شوية على الدوري اللبناني بناء عليه كل الفرق العربية في كرة السلة بدأت تعمل معسكراتها الاستعدادية هنا في القاهرة وإسكندرية بالطبع طبعا لملاقات الفرق المصري عايز أقول لكم أن حتى الفرق في ترتيب السابع والتامن زي الاتصالات وفريق اللي هو الاتصالات ومصر التأمين وخلافه كل الفرق دي قوية حتى أنت لو تلعب بوساطها مطشاط بيتلعب على أهل وزبالك بسكت واربعة منت وخمسة منت فإذا هي فرق قوية ويعني تستطيع أنها تلعب بوساط أي أقوى الفرق العربية بكل أريحي نتمنى طبعا التوفيق للفريق فريق نادي الأهل في البطولة العربية القادمة وفكركم بطولة من خمسة لخمستاشر في الكويت والحقيقة هتزعها أكتر من قناة الحقيقة ويمكن اللي وقدها حصريا هي قناة دبي وده طبعا تم الإعلان عنه ولكن القناة مزع الأكثر من قناة ويعني جمهور نادي الأهل إن شاء الله يستطيع أن يتابعها لبنى طبعا مع الفريق وفكركم تاني الفريق مجموعة الميناء اليمني الغرافة القطري الرياضي اللبناني دول مجموعة النادي الأهل وبترتيب المباراة كده الميناء اليمني أول يوم الغرافة القطري تاني يوم الرياضي اللبناني تالت يوم كل التوفيق إن شاء الله لفريقنا في البطولة العربية طيب هنروح لخبر يمكن احنا اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت ويجبناها من الكواليس ولكن كنا بنقول كواليس يعني مكناش بنقول خبر لأن طبعا زي ما حضركم عارفين احنا لا نعلن عن أي شيء إلا بعد ما يعلن عنه النادي الأهلي نفسه يعني النادي الأهلي يعلن عن شيء قناته تعلن ولكن احنا عمرنا ما نقدر نسبق النادي الأهلي في شيء ولكن هم نحن نتكلم عن كواليس عن أمور معينة تخص الفرقة كنا قلنا أن طبعا إبراهيم مودي الجمال ومودي الجرحي يعني مش موجودين في تدريباته وما لعبوش بطولة القاهرة اللي فاتت فكنت متوقع أنه ممكن يكون دا اعتزالهم وبالفعل النهاردة النادي الأهلي أعلن رسميا على صفحته اعتزال مودي الجرحي كابتن فريق لكرة السلة وإبراهيم الجمال النجمين الكبار اللي يده للنادي الأهلي كثير وكثير وكثير من المجهود والعرق والبطولات كمان مودي الجرحي يمكن كابتن فريق في آخر خمس ست سنوات والحقيقة كان نعمل كابتن الفريق وإبراهيم الجمال مش هحتاج تكلم عنه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر قرر أن هما يخرجوا من الباب الكبير في النادي الأهلي ويعني انه اعتزالهم هذا الموسم ونادي أهلي أعلن ده على صفحته ويعني إن شاء الله أكيد هيكلهم دور الفترة القادمة داخل النادي الأهلي وأكيد النادي الأهلي عمره ما بينس أولاده اللي سهمه كتير بشكل كبير في نجحاته وبطولاته وعايز أقول لكم أن هذا القرار أخذوا مودي الجرح وإبراهيم الجمال بطوع إرادتهم بالكامل يعني بالعكس هما لو كانوا عايزين يكملوا كانوا هيكملوا ما فيش الكلام ده خالص فريق كرة السلة هو قرارهم وكان باختيارهم وشايفين أنه يعني خلاص جاء الوقت العودة مرة أخرى لسفوف الجماهير وهو ده الطبيعي الحقيقة يعني على ولادي النادي الأهلي أن أنت النهار ده في الملعب بكرة هتطلع هتطلع عبر الملعب وهتبقى أحد جماهير النادي الأهلي قد تتولى منصب داخل النادي أو لا تتولى لكن في الأول وآخر أنت ابن من أبناء النادي الأهلي وهتفضل تدعمه وقوة النادي الأهلي الحقيقة بتبقى بجمهوره ومحبيه ودعمه هي دي قوة النادي الأهلي الملايين اللي بتدعم النادي الأهلي هي دي قوة النادي الأهلي ودايما وبيتقال كده وحتى الرحل الكبير كانت نصالح سليم فطن إلى هذا وهو قال النادي الأهلي ملك من صنعه ومن صنع نادي الأهلي هو جمهوره والحقيقة لما بتخلص مهمتك جوى النادي الأهلي ويعني بتخلع قميص أو اللي كنت بتبتديه لسنوات بترجع على طول خطوة مع الجماهير وفيدي تشجع نادي إبراهيم ومودي يعني يا ربي كلهم الفترة القادمة وجود مع النادي الأهلي عشان ينقلوا خبراتهم لكل من هو داخل النادي الأهلي طيب أعزائي المشاهدين خلين نطلع لفاصل لكم من الأخبارنا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد من كمين أخبارنا هنروح لكرة السلة سيدات كابتن طاري خيريا المدير الفني كان عنده مباراة هذا الأسبوع مع مصر للتأمين أحد أفضل الفرق طبعا الموجودة في الدوري واللي بتشير بيعني ماشي بشكل كويس بس الحقيقة النتيجة كانت كبيرة جدا الحقيقة وقدر نادي الأهلي أنه يقصو على مصر التأمين بفوز 99.40 فرق 59 نقطة في بطولة القاهرة ماتش كانت لعب مبارحة على صالة مصر للتأمين خارج ملعبنا أيضا وبكده يبقى ده الفوز التالت بعد الفوز على مدينة ناصر والغابة ومصر للتأمين آخر ماتش نينا في المجموعة يكون بكرة مع نادي الظهور وهيتلاقي على صالة نادي الغابة فرقتنا استعدت أكيد بشكل كويس لبطولة القاهرة وتعقدنا مع أكتر من لعبة مميزة وكمان جددنا تعقداتنا مع أكتر من لعبة وزي ما قلت لحضراتكم ونكلمنا الحلقة اللي فاتت أن كابتن طاري خيري بيسعى لتوفير أو أن هو يقدر بشكل أو آخر يوفر في كل مركز 3 أو 4 لعبات عشان الفريق السنة اللي فاتت عانى بشكل كبير من الإصابات والإصابات دي أثرت بشكل كبير على مسيرة الفريق وكان ما كانش موجود البدايل الجاهزة الحقيقة ولكن دي عايزة حنكة ويمكن كابتن طاري خيري يمتلك هذه الحنكة ويقدر إزاي يعمل توليفات داخل الملعب وخارج الملعب وفي التدريبات يعني بحيث أنه في الآخر يوصل بـ 15 لعب في القيمة ولكن أكشوري في أرض ملعب ممكن لـ 15 لعب دول يبقوا 25 لعب هو ده الفكر اللي أنت تقدر تأدي به ويمكن أنا دايما طالبت من هنا بأكتر من مرة وقلت يا ريتر الاتحاد السلة ينظر في زيادة عدد اللاعبين في كل قيمة 15 لعب قليل جدا جدا على قائمة فريق كرة السلة يمكن أقل فرقة جماعية من الأربعة دخل كرة القدم معنا والطيرة معنا واليد والسلة هي أقل قيمة موجودة يا جماعة وهي كمان حاجة تانية وأطول دوري يعني أطول دوري دوري كرة السلة وأقل قيمة فطبعا ده فيه ظلم كبير جدا فيه تحميل على اللاعبين بشكل كبير ده يعني بيقل الأعمار اللاعبة كمان لما بيستهلك بشكل كبير لمدة 5-6 سنين متتالية أكيد ده بيبقى ليه تأثير كارثي على عضلات اللاعب وغير كده طيب 15 لعب منهم محترف يعني 14 لعب مصري دي عدد قليل جدا والأهم من كده كمان أنه ما فيش استبدال يعني أنت بتسجل 15 لعب بيبضلوا معاك حتى نهاية الموسم لو أنت عندك لعب مثلا زي أحمد حمدي اللي حصل معنا السنة اللي فاتت وسافر أمريكا لزروف خاصة حبيت تستبدله وقاسب بشددة تستبدله فإذا ده وضع كارثي جدا ووضع صعب احنا عاملين دوري كويس وكل حاجة ودي حاجة نشيد بها ولكن لازم القيمة تزيد يعني بناشد من هنا طبعا أنه لازم قيمة الفريق الأول تزيد وده يدي يعني قوة للفريق وهيدي المدرب يعني أريحية أنه يتعامل مع أو يبقى عنده ما يشايدر بها يعني يغير إنما 15 لعب 14 لعب مصري موضوع صعب طيب بتسجل كم واحد في المباراة 12 بتخيلين أنت بيعندك 3 بس بره هنقول يمكن وجهة نظر اتحاد السلة أنه يخلي كل المدربين تعتمد على الناشئين كلام ده ممكن يطبق أو أبليكابل أو ممكن يطبق على الأندية الكبيرة اللي عندها ناشئين إنما الأندية الزغيرة ما عندهاش ناشئين عشان تعتمد عليهم فإذا أنت بتحرمهم من ميزة كبيرة أن يبقى عنده قيمة كبيرة من اللعبين لأنه شايف يعني على الأقل على الأقل يتم زيادة هذه القيمة السبعة عشر ودايما أنا بقول قيمة فريق السلة أو قيمة فرق كرة السلة هي الأقل في الألعاب الجماعية أقل من القدم طبعا بالطبيعة أقل من اليد أقل من الطيرة بالرغم أنه أقوى دوري وأطول دوري وأعنف دوري فإذا بنناشد من هنا طبعا النظر في عدد اللعبين المقايدين في قيمة كل فريق في كرة السلة عشان نستمتع حتى باللعبين ويبقى عندنا وقت أو فرصة يتم إراحة اللعيبة الكبار والنجوم نستمتع بيهم أكتر في مباريات المهمة أتمنى يتم النظر في هذا الشأن هنروح لأي تينس الطاولة وإذا ما حضركم عارفين تينس الطاولة في النادي الأهلي هي من أحد أفضل اللعبات تاريخا وحضرا كمان عندنا قطاع ناشئين كويس وناشئات عندنا كمان لعيبة كبارة على المستوى الرجال والسيدات وبيشاركوا في بطولة العالم هنتكلم في أخبارنا المحلية أخبار بطولة العالم من تينس الطاولة وإيه وإيه اللي حصل بس هنتكلم دلوقتي عن ناشئين تينس الطاولة وليستطاعوا أن هم يفوزوا في الدورة المجمعة ويفوزوا بالدورة المجمعة الأولى لتينس الطاولة وليقيمت في الإسماعيلية طيب فريقنا اللي شارك فيها الأعمار السنية 15 سنة 17 سنة 19 سنة لأنا أسف تلعب تنبارح على نادي المعادي إسماعيلي شارك كفريق الأهلي كان فاس بالنتيجة 3 صفر على أربع فرقة هم أصحاب الجياد والعبد المنهور ونادي أهلي فقوس والمعادي أما آخر مطشف كسبنا فيه الإسماعيلي بالنتيجة 3 واحد يعني إسماعيلي شارك بفريق ولعيبة الأهلي قدموا عرض كبير طبعا ويمثل المصور الأهلي في الدورة دي مروان جمال وياسين ياسر وحمزة متولي وزياد الشوي ورحمان أحمد دول كل الناشئين 15-17 سنة وتسعتاشر سنة أيضا اللي مثلوا النادي الأهلي فيه هذه البطولة طب من الجهاز الفني بيضم كابتن فتح عبدو رئيس الجهاز رئيس قطاع الناشئين كله وكابتن محمد إسماعيل مدرب لفريق 15 سنة وكابتن محمد عبد الحميد مدرب لفريق 17 سنة وكابتن أحمد عبد السلام مدرب لفريق 19 سنة طيب هنروح لآخر أخبارنا داخل جدوان نادي الأهلي وهو خبر عن مايار شريف نجمتنا في تينس الأرض وحضراتكم عارفين مايار يعني فيه هزة شوية في المستوى وتراجع في التصنيف العالمي هيدلوقتي تصنيفها 73 ولكن ده لي أسباب أسباب أنها تعرضت لإصابة قوية في مشة الرجل بعدت عن الملاعب فترة وفت عليها بطولات خليتها تتراجع والبطولات اللي شاركت فيها بعد الإصابة لم تحقق فيها مركز متقدم فبالتالي تراجعت للمركز 73 ولكن عندنا خبر جيد عنها مايار الشريف تصعد لربع نهائم طولة برمة دولية للتينس مايار الشريف لعبة منتخبنا الوطن الأرضي ونجمة النادي الأهلي والمصنفة رقم 33 على مستوى العالم صعدت لربع نهائم طولة برمة دولية واللي بتتلعب في الفترة من 26 سبتمبر اللي احنا فيه والحد 1 أكتوبر اللي جاي مايارت أهلية بعد فزعة السويسرية سيمونا والترت بنتيجة 2 صفر في الدور التاني من البطولة وجات نتاج المجموعات كالقاتي 6-3-7-6 بنت الأهلي كانت فازت في الدور الأول على المجرية أنا بندار بنفس النتيجة وكده طبعا زي ما قلت لحضراتكم ربع النهائي إن شاء الله إذا ربنا كرمها واستطاعت مايار إنها توصل للنهائي وتاخد البطولة أتصور إن 73 تصنفها العلامي ده لا تصنفها يتقدم بشكل كبير وده هدف مايار دلوقتي إنها تشارك فيه كل البطولات الممكنة عشان تجمع نقاط يعلي رنكها تخلي بعد كده الدرو بتاعها أو الأوراعة تبقى نوعا ما لطيفة ما تبقاش بتصطدم بأبطال العالم في الأدوار التمهدية لأنه أنت كل ما بتعلى في التصنيف أنت بتتجنب بالدفولت على طول اللعيبة أو المصنفات يعني الأوائل على مستوى العالم لأنه أنت بتبقى طب 50 فخلاص لما بيحطوا دولار 64 بيحطوه إنت ومعاك حد اللي معاك حد ده تحت أوتوفزة 50 أو أوتوفزة 50 بليار يعني على مستوى العالم 50 بليارز على مستوى العالم طيب مايار يعني عندها يعني زي ما قلنا مشوار السنة دي الموسم لسه طويل لسه فيه بطولات جراند سلام هتتعامل دي أكبر نقاط فيها نتمنى إن شاء الله إنها هي تخش يعني يعني طب 50 أو أحسن 50 لعبة في الوقت اللي عندنا أنس جابر بطالتنا التونسية اللي طبعا دخلت تقريبا في الطب 4 دلوقتي يا جماعة يعني دخلت في أفضل أحسن أربع لعبات على مستوى العالم وأصبحت بل أصبحت المصنفة التانية على العالم أنس جابر في إنجاز عربي تاريخي أن أنس طبعا توصل لوصافة التصنيف العالمي ده يعني إنجاز ما حصلش قبل كده وأتمنى مايار تكرروا مع أنس ويبقى عندنا نجمتين كبار عربيات من تونس ومصر في التنس الأرضي اللي التلامة كان حلمنا يبقى عندنا لعبة أو لعبين ولعبات على مستوى عالي في تنس الأرض طب هنروح لتنس الطاولة ودي كان طبعا مايار آخر أخبارنا داخل الأهلي هنروح للمحل وهنبتدي بتنس الطاولة زي ما قلت لحضراتكم في طولة العالم بتتلعب دلوقتي منتخب الرجال داخل بتصنيف 15 على مستوى العالم منتخب السيدات داخل بتصنيف 11 المنتخب تعامل أرائته هقول لحضراتكم أرائة الرجال وأرائة السيدات الرجال ويعوا في المجموعة الرابعة مع منتخبات كوريا الجنوبية والتيشيك وكندا والسعودية مجموعة يعني متوسطة أنت عندك كوريا الجنوبية قوية والتيشيك أيضا قوي كندا طبعا حدث ولا حرج يعني مجموعتنا متوسطة ولكن متوسطة فوقية شوية يعني صعبة سنها منتخب السيدات فجي في المجموعة الخامسة مع منتخبات ألمانيا وحدث ولا حرج عن ألمانيا والهند والتيشيك مجموعة أيضا متوسطة يمكن مجموعة الرجال أصعب شوية المنتخب بيضم ست لعيبة من الآلي وهم أربع أولاد من المنتخب الرجال محمد البالي محمد شمان وشدي مجدي ويوسف عبد العزيز وبنتين هم مدينة مشرف وهنا جودة وخلين هنا حي محمد البالي الحقيقة اللي عام الموسم ماشاء الله جيد جدا مع المنتخب سواء في ابتود أفريقيا اللي فاتت وهو كابتل منتخب محمد البالي نضج بشكل كبير وبقى قوام المنتخب والنادي الأهلي وبفكركم كمان أن فريق أو منتخب تينس الطاولة حصل عبدتود أفريقيا منذ أسبوعين ثلاثة في الرجال والسيدات الحقيقة وحققنا 14 مدينة متنوعة فده طبعا كان إنجاز كبير وإن شاء الله إداروا يحققوا إنجاز فتود العالم ونرتقي أكتر في التصنيف العالمي الرجال محتاجين شوية زقل قدام يعني الترتيب الخمستاشر أتصور أن احنا ممكن نبقى في تصنيف أحسن من كده خاصة في وجود مجموعة من اللعبين يمكن غياب عمر عصر معرفش يمكن أن تصنيف أو حاجة زي كده بس عمر عصر كنا الحقيقة بيحتاجينه في هذه البطولة ولكن كل الأبطال اللي راحوا يعني ممتازين يعني عندك كمان محمد شمان وشادي مجدي الحقيقة بيقدوا أداء جيد جدا وموسم أيضا جيد ولكن محمد البالي يمكن بنأنجح المواسم اللي قدمها السنة وطبعا زي ما قلت حضراتكم بطولة أفريقيا 14 مديليا كانوا 6 دهب وخمسة فضة وثلاثة برونز دي كانت حصيلة المنتخب في بطولة أفريقيا وكانت بروفا جيدة لبطولة العالم والمنتخب رجع من تجد أسابيع استعد جيدة لبطولة العالم إن شاء الله يقدوا أداء كويس ونقول لكم أخبارهم بانتظام إن شاء الله في الحلقة اللي جاء اللي هكون يوم الحد بإذن الرحمن هنروح لأحد الأخبار اللي هي سعادتنا جدا ودايما بقول إن اللاعب لا يستسلم أبدا لسوق الحظ أو عدم التوفيق لأنه طبيعي إن أنت يبقى عندك عدم التوفيق ولكن اللعيب الجيد أو النجم الجيد أو اللاعب النجم هو اللي بيستطيع يتغلب على عدم التوفيق أو الإصابات أو وتفهر أنت بتتعرض ليه تتغلب عليه وتبصل ليه يعني درجات النجاح العالية سمر حمزة نجمتنا فيها المصرعة والحقيقة اللي نجمت منتخب مصر كمان كانت تعرضت لسوق حظ الفترة اللي فاتت كبير جدا جدا في آخر 3-4 سنوات وكانت بتنافس دائما عماليات ولكن ما بتحصدش حاجة دلوقتي النهاردة سمر حمزة بتتصدر التصنيف العالمي يعني ده خبر أكيد مكافأة كبيرة لسمر دي سورة طبعا نجمتنا سمر حمزة تصدر التصنيف العالمي الوزن تحت 76 كيلو جرام سمر جات في الصدارة برصيد 71 ألف نقطة و600 وجات بعدها التركية ياسمين أدار بالمناسبة ياسمين هيخدت بطولة العالم دهب ولكن هي جاي في تصنيف التانية برصيد 63 ألف نقطة وفي المرتبة الثالثة جات لعبة منتخب إستونيا أبب ماي برصيد 43 ألف نقطة سمر كانت لسه محققة في الضيد بطولة العالم زي ما قلت لحضراتكم في أيام في سربيا بعد ما خسرت الفينال من البطلة العالم ساعتها كانت البطلة التركية ولكن سمر مصر الحقيقة أنها إن شاء الله تحقق المدالية الذهبية في لطولة العالم اللي جاية وكمان تهدي المصر بطولة في الأولمبياد كلنا أمل فيك يا سمر ومنقولك ألف منهم مبروك بنت مصر الحقيقة ده مش غريب يعني زي ما قلت لحضراتكم من رياضة رياضة السيدات بتساهم بشكل كبير جدا في إنجازات مصر العالمية في المحافل الدولية وآخرها كان طبعا أولمبياد توكيو يعني عشرين عشرين اللي خدنا يمكن تلات مداليات من أصل ستة على ما تذكر أو أصل ستة تلاتة من ستة من السيدات طبعا جيانا فاروق نجمتنا كبير وكادفتنا من يومين وفريال أشرف وهداية ملاك التلاتة الحقيقة ساهموا نص مداليات مصر في الأولمبياد اللي فاتت من السيدات والناس في الآخر طبعا من الرجال ونستطيع أن نحن الحق أكثر من كده المرأة المصرية والسيدة المصرية عندها إرادة كبيرة وتحدي وهي دايما بتصنع المعاجزات هنا تنتهي أخبارنا خنطلع لفاصل ونستقبل ضفنا يعني نقول إيه ضفنا المميز ومحبوب جماهير النادي الأهلي وللأول سنة النهاردة بيكون معانا وإن شاء الله ما تبقاش السنة الأخيرة ونكون نحصد على إيده بطولات كبيرة هو وزملاء وكلهم في كرة السلة نضفنا وولتر هوجي ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد ونبتدي حوارنا طبعا مع نجمنا المحترف في صوف كرة السلة وولتر هوجي اللي هرحب به في البداية وولتر برحب بيك في قناة النادي الأهلي بل برحب بيك في النادي الأهلي كله كمان شكرا جزيلا على استضافتي معكم هنا وولتر يعني خلينا نتكلم من البداية قصة انضمامك نادي الأهلي حصلت ازاي ابتدت كلام معك ازاي ومين يتكلم معك أنا تحدثت في البداية مع المدير الفني مستر روغوستي هو كان يدربني في العام الذي قبله هو تحدث معي أنا كنت أنتظر لي أرى ماذا سيفعل هو تكلم معي وقال لي أن الأمر أسهل حينما عدت لبورتوريكو لكن هذا العام أخبرني يعني آتي وقد قمت باتخاذ قراري وقمت بالمجيء إلى الأهلي طب يمكن وولتر انت كليك تجربة طبعا في الدوري المصري من سنتين تقريبا ازاي كنت شايف نادي الأهلي من بره انت كنت بتلعب ساعتها ضد النادي الأهلي كنت شايف نادي الأهلي ازاي يعني أكيد طبعا كان منافس يعني ليكو في أوقات كتيرة ولكن انت كنت شايف نادي الأهلي ازاي كنت بتسمع عنه ايه بالنسبة لي كلاعب محترف بالنسبة لي كان الأمر كل ما أفعله هو أن أعطي كل ما لدي لنادي القديم حينما كنت ألعب في الزمالك أنا لم أقصر ولكن كنت أعرف عن الأهلي أن الجماهير تحب الفريق جدا ولكن كل ما كان علي هو أن أقوم بواجبي أنا ألعب كلعب محترف كل ما أعرفه أنه نادي احترافي كبير يلعب على أعلى المستويات ينفس دائما على البطلات وهذا كان الأهم لي بالنسبة لعائلتي أن يظلوا في أمان وهذا ما يسعدني الآن يعني طبعا أنا فهمت من كلامك كده وولتر أن أقلت أسرتك معك أسرتك موجودة معك فيما الصح نعم أنا هنا 100% مستقر هنا فبالتالي عائلتي تأتي هنا معي أنا الآن ألعب مع فريق بطل وكنت أنافس حتى مع فريقي في بورتوليكو العام الماضي والآن أنا جئت لأجعل هذا الفريق أقوى ونافس معه البطلات طيب يعني برضو ساعات بيبقى في اللعيبة المحترفين أو اللعيبة الأمريكان بالأخص بيكون لأسارهم دور أن مثلا لو أنت راح تلعب في مصر يقولك لا أنا مش حابي بروح مصر مثلا أو حابي بروح مسلا ألعب في أوروبا ألعب في بلدك يعني هل أسرتك لما عرفت أن أنت جاي مع زوجتك أو أسرتك يعني عرفت أنت جاي لمصر رحبوا بهذا ونقصت أنت جاي لدي الأهلي نعم بالطبع فزوجتي كانت متحمسة جدا للمجيء إلى مصر مرة أخرى هي ذهبت معي للكويت وهي تعرف الحياة في البلاد العربية هي ترتحت كثيرا في مكان معيشاتنا في مصر فهي سعيدة جدا طب قولي وولتر أنت تبعت السنة اللي فاتت الدوري ممكن أنت ما كنتش بتلعب في مصر هل تبعت مباراة الدوري لمصر السنة اللي فاتت شفت مباراة مهمة ليه تبعت ولا لا أنا تبعت نعم أنا تبعت الدوري خصوصا مع المدير الفني الحالي تبعته في البطولة العربية هو كان له الدور الأكبر في أن أأتي هذا الموسم أنا كنت أتابع فبالتالي كان يجب علي أن أظل متابعا لأقرر ماذا أفعل وإلى أين سأتي وقد أدى الفريق موسما رائع عن الموسم الماضي وولتر يعني طيب رأيك في الفريق فنيا يعني يمكن أنت لعب محترف زي ما أنت قلت أنت لعب محترف وبتدي كل ما تملك للفريق أنت بتلعب معاه ودي حاجة جيدة ودي المنتالة اللي بيحبها النادي الأهلي والمننتالة اللي بيحب نادي الأهلي جيب لعبته بيها لأن راجل يكون محترف وبيقدي بإحترام شايف فرقتنا فنية إزاي شايف فرقة النادي الأهلي فنية أو مستوى الفني طبعا بالمقارنة بالفرقة المصرية وأيضا بالطبع الأفريقية والعربي أنا أحب الطريقة التي أتعامل بها اللاعبون في الملعب لديك مجموعة جميلة من اللاعبين التي تبدل قصارى جهدهم في الفريق يتمرنون بشكل جدي كما أفعل الآن فإذا حافظت على معدل التدريب العالي كما تفعل الآن ستكون بطلا أنا سعيد بتوجودي الآن وأتطلع للمزيد مع الفريق طب تتوقع السنة إن شاء الله يمكن النادي الأهلي يعني فاز بخمس بطولات خمسة من خمسة السنة اللي فاتت تتوقع السنة إن شاء الله أننا سنكمل مسيرة حصد البطولات أنت شايف كده من رؤية الفنية فط تدريبك مع النادي الأهلي فطر اللي فاتت سيكون الأمر صعبا المنافسة ستكون صعبة سيكون واجبا على الجميع أن يعطوا كل ما لديهم المنافسات ستكون صعبة وقوية الجميع يريد أن يفوز بالدوري هذا العام ولكن إذا لعبنا بجد وإذا لعبنا باحترافية لدينا الفريق المؤهل ليفوز بكل شيء ولكن يجب علينا أن نتعامل بجدية مع كل المباريات ردك ما شاء الله أنا عايز أقول ولدت ترجموله ده برضو ردك رد محترف لا محترف عارف ويقدر ما بيديش وقود هنعمل أحسر حاجة المنافسة صعبة ولكن هنعمل في إيدنا وده الرد اللي احنا كنا متوقعين يعني منك أن أنت راجل محترف وعارف أن البسكتبول ولكن هنحرف على البطولات ونقدر المستطاع طيب خلينا نتكلم عن ناحية الفنية أكتر في الفريق طارق اللعيبة دي كلها توب سكوررز وبالطبع والتر هوج لعب من اللعيبة اللي بتهدف وحتى في الدوري البورتريكو أنت أحد أفضل هدفين الدوري البورتريكو شايف أن مجموعة الهدفين اللي موجودين في الفرقة يعني أو كثرة الهدفين ده ميزة للفريق لو وجد الهارموني ولا شايف ده ممكن يكون عبئي يعني عايز شوف وجهة نظرك من وجود أكتر من هدف الفريق كما قلت إذا كان لدينا الانسجام والهارموني الخاصة بالفريق ستكون ميزة حينما كنت في بورتريكو كان الموسم الأفضل بالنسبة لفريقي كنا نفعل ما نريد وحينما اختلفت حينما اختلفت الأمور بالطبع بالطبع ستكون في يوم ما ستكون في أحسن في أحسن مستوى لديك ويوما ما تكون في أقل مستوى ولكن إذا نظرت إلى كل لعب على حدة إذا كان هناك الانسجام فلن نواجه مشكلة أبدا خليني بس أوضح حاجة أنا عجبتني جدا في إجابته أنه يعني معلش أنا آسف هقوله أنه هو الراجل قال حتة فنية كده قال أنه أنا بسأله على هدفين كتوى الكتار في الفريق فأنت بوضع طبيعي هل شايف ده حاجة كويسة في الفريق أو لا قال أنا كنت بورتريكو أحسن بستي بلاير هداك أو أحسن لاعب فكان مطلوب مني أن أنا ألعب كل كرة على الحلة ولكن أنا على حسب اللي بتطلب منك في الملعب أنا هعمله ودي حاجة كويسة وفكر جيد أن لاعب بالشكل ده بأدبت نفسه على حسب الفرقة عايزة إيه لا إحنا بنتكلم قدام لاعب هو فاهم يعني فريق كبير وفاهم يعني يكون معا لعيبة كمان هتدافة لأن النقطة دي ثيرت بأكتر في المرة ونققاش فن يعني يعني خلينا نتكلم عن الدور المصري الدور المصري في ست فرق وانت قلت مش هون هاي بقى فريطوف لأن فرق كتيرة وقايسة وستة وكل الفرق يعني بيبقوا طوروا من نفسهم أو دعموا نفسهم يعني شايف دلوقتي مين أفضل فرق موجودة دلوقتي يعني شايف انت طبعا أكيد انت شايف الفرق الأخرى دعمت نفسها ازاي جابت لعبها مين شايف على الساحة دلوقتي مين أقوى المنفسين من نادي الأهل بالطبع الاتحاد هو فريق عظيم وحينما تلعب كل مرة حينما يلعب كل مرة أمام زمالك ستجد المباراة النفسية كبيرة اعتقد ان هناك فريق أيضا سبورتينج بالطبع هو فريق كبير فريق يلعب كرة سلة رائعة لديهم ملاعبون من أمريكا فمن نسبة لي كل فريق قوي ولكن أعتقد أن أفضل الفرق المنافسة والاتحاد خاصة نادي الاتحاد طبعا هيشارك أيضا في البطولة العربية وهو مستعد بشكل جيد فيمكن وولتر هوجي نفس الكلام أنه طبعا شايف المنافسة هتبقى أكتر مع نادي الاتحاد والحقيقة مع كل احترام طبعا لكل الفرق لأن الحقيقة نادي الاتحاد بيدعم بشكل جيد وغير مديره الفني وعمل صفقات جديدة بس إن شاء الله دي الأهلي قادر على ذلك طيب يعني خلينا نتكلم عن علاقتك بمستر أجوستي بوش يعني يمكن مستر أجوستي بوش بليفونيو يعني بشكل كبير جدا ومؤمن بإمكانياتك الشخصية كمان قبل إمكانياتك الفنية كلمنا عن علاقتك بدايتك معرفك بمستر أجوستي بوش جات من إيه علاقاتي بكوتش أجوستي بوش رائعة نحن نعرف جيدا نعرف بعضنا جيدا ندعم بعضنا جيدا هو يدعمني طوال الوقت هو يتواصل معي كانتواصل معي دائما أنا كلاعب هو بالنسبة له أنا لعب مهم بالنسبة له في الفريق يعتمد عليك كثيرا فالعلاقة بيننا حينما ذهبت إلى حينما ذهبت إلى فرنسا فرنسا كان يؤدي بشكل رائع والآن أنا معه مرة أخرى فالأمر ممتع بالنسبة لي يعني من الجيد أن أنت يبقى اللاعب عنده علاقة جيدة مع المدير الفني ويكون فيه ثقة متبادلة يعني المدير الفني بيثق في اللاعب واللاعب بيثق في المدير الفني ده في الآخر بيكون ناتجته في الملعب بيبقى شكل جيدا طيب وولتر هكلمك عن ناحية دفاعية الأمريكان أو اللاعبة اللي هما بيلعبوا يعني وأنت أكيد أحد منهم يعني بيلعبوا نفس ستايل الأمريكان ما بيحبوش الدفاع كما بكل أمانة أنا لعبتي مع أمريكان وعارف ما بيحبوش الدفاع بس الحقيقة احنا شفنا الأمر مختلف أنت حتى وأنت بتلعب مع الزمالك من سنتين أنت كنت بتدافع هل أنت أسلوبك كده هل أنت حابب الدفاع هل أنت شايف من الدفاع دي حاجة مهمة في الملعب ولا دي طبيعتك حتى من سورة كنت بتدافع نعم الدفاع أمر مهم بالنسبة للفريق لدينا ست لعبين في الملعب يجب علينا جميعا أن ندافع عن الفريق أنا أحب أن ألعب مع الفريق حينما كنت ألعب مع الزمالك كان لدي مشجعين الذين يحبون أن يروني أفعل ذلك أنا أستمتع بالدفاع عن الفريقي بالطبع ويمكن أنا بس برضو عايز أأكد على حاجة هو قال أنه نفسه يشوف الجماهير في الملعب ودي حاجة أمنا كلنا وأنا عارضت أن التحاد السلة بعد خطاب للأمن أو للجهات المسؤولة أو الموضوع ده وهو التحاد السلة أعلن ده أنه يعني يشوف هل في إمكانية حضور الجماهير ولا لا وإحنا نفسنا الحقيقة ترجع الجماهير كورت السلة أنها بتدي شكل جيد جدا والموضوع في إيد الجماهير الانتزام طبعا والأمور دي كلها تساعد لعودة الجماهير مرة أخرى خلينا أتكلم عن اللعيبة في مصر أو لعبة النادي الأحلي مين أقرب لعيب لك؟ مين من اللعيبة القريبة لك على مستوى الشخصي من فريق النادي الأحلي أنا أحبهم كلهم أتحدث مع أمران مع عمر طارت إسماعيل أحبهم كلهم أتحدث معهم جميعا كل يوم أنا أتواصل مع الجميع أتحدث معهم عن كل شيء وكل يوم أنا أحبهم كلهم لا يوجد لعب مفضل لي وولتر دعني أقول شيئا بإنجليش أنت جميل أنا عايز أقول يا جماعة أنه هو رد رد فعلا زاكي جدا هو مش بيقول أنه بسألتوا مين الأفضل أقرب ليك زي ما حداك شفته هو قال لأ كلهم قريبين مني وده رد شخص زاكي ما ينفعش يقول أن حد قريب مني أو حاجة ويقول أن كل اللعيبة صحاب وكل اللعيبة إخواته عشان دايما يكون قريبة على المسافة واحدة منهم وده رد زاكي جدا من اللعب هو لحقيقة الزكاء الاجتماعي مهم كمان في الملعب ودي حاجة جيدة جدا يعني أنا بحييك عليها وولتر طب عزي المشاهدين أنا عايز أكمل حوار الحقيقة وعندي كلام عايز أقوله مع وولتر هوج بس لازم يطلع لفاصل عزي المشاهدين نطلع لفاصل نجعل أكمل كلامنا ولكن بعد الفاصل ونجعل أكمل كلامنا مع وولتر هوج الحقيقة اللعب اللي فاجئني بردوده ولعيب زاكي جدا مجتمعين وزاكي جدا خارج الملعب وده اللي بيفصر ليه هو جوال ملعب بالشكل ده وولتر هكلمك عن لعبتنا الزغيرين في نادي الأحلى يمكن مستر أجوستي بوش وتكلمنا في الفاصل ده مستر أجوستي بوش يعني اكتفى بيك النهاردة أو اكتفى بوجودك السنة دي كلعب جديد قادم للفريق ولكن هو شايف انه هو محتاج يعني أكتر وقت للعب الزغيرين شايف ده ازاي يا وولتر كوتش أجوستي بوش دائما يقوم بالصواب هو دائما يهتم يسعى ليحقق الأفضل للفريق ويجعله في المقدمة هو يهتم باللاعبين الصغار وهذا أمر هام بالنسبة لللاعبين هنا في مصر وأعتقد أن لديه مستقبل رائع بالطبع خلال سنتين أو ثلاث سنوات ليجب عليك أن تنتظر خلال سنتين وثلاث سنوات ستجد فريق كرة سلة كبير رائع إذا اعتمدت على الناشئين على اللعبين الصغار فهم يتطورون وإذا تطوروا فستجد فريق قوي جدا برضو أنا عايز أتكلم في حاجة فنية يا جماعة يمكن السؤالي كان واضح عن اللعيبة الزغيرين اللي وورتر بيتكلم عنهم اللعيبة هو قال أن النادي الأهلي ليه فيوتشر أو مستقبل جيد جدا تأتي أربع سين جايين عشان ناشئينه والحاجة دي الحقيقة أنا أتعمدت تتطرق فيها لأنه لعب دوق زو خبرات كبيرة وشايف أكيد قطاع الناشئين وقال أنه بيتفرج على فريق 20 وفريق 18 وفريق 16 وولتر نفسه راح تفرج عليهم وشاف أنه نحن عندنا فيوتشر كويس جدا جدا وده سبب اهتمام مستر جوستي وأنه قال أنه مستر جوستي بيهتم بالقطاع ده بشكل جيد عشانه يبقى هما خلال ستين تلاتة هما أكيد نجوم الفريق طب خلينا نروح شوية بموضوع فني شوية عن الأكل المصري يمكن هو أي لعب بييجي مصري بيبقى عنده أزمة بالذات اللعيبة الأجانب عنده أزمة في بداية الأكل مش عشان أكل مصري وحش أو حاجة لأ عشان تغيير الفود سيستم أو نظام الأكل أو طبع الأكل أنت بتحب الأكل المصري أنا أحب كوشاري أنا أحب كوشاري أحب كوشاري هو طعامي المفضل قبل الموريات وطعامي المفضل بعد الموريات يعطيني القوة بالنسبة لي أنا أحب أي شيء أحب لحم الضقن أحب أي شيء حينما كنت في المكسيك أنا كنت أعاني معدتي كانت أعاني أني كنت أكل كل شيء في المكسيك ولكن الآن أنا معي زوجاتي تقوم بطهي الطعام لي فبالتالي أكل الطعام البرتوليكي طيب يعني هل زوجتك حاولت تطبخ يعني أكل مصري يعني تعدلك أكل مصري تعلمت الأكل المصري من زوجات اللاعبات ولا هي الموضوع ده مرفوض لا 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 لم تحاول هي تحب الطعام الإسباني ولم تعتد على الطريقة المصرية بس ده كويس أن عندك سبانيش فود في بيتك وعندك أوريانتال إجيبشن أوريانتال فود بره يعني عندك طلبات طلبات نعم أخون بالطلبات فست فود طبعا أكيد بتحتاج له طيب يعني الأماكن المصرية هل أنت حبيت إيه المكان اللي أنت حبيته جدا هل خلال فترة إقامتك مع مصر روحت مدن أخرى روحت شرم الشيخ روحت الغرداءة هل أنت في أمكان في مصر أنت مرتبط بيئة أو تحب تروحي من لوقتي تتاني واحد من الأحب الأماكن التي زرتها في مصر من الأحب الأماكن التي زرتها في مصر أذهلتني كم هي عظيمة والتاريخ الرائع للأهرامات وأحب أيضا الذهاب إلى محال التسوق وتصفح الإنترنت معظم الوقت وحينما آتي أيضا إلى مدينة 6 أكتوبر اللي أحدث القهوة وأتنزه مع زوجتي نريد أن أقول لكم حاجة يعني من الكواليس كده نحن طبعا كان في مكان هنقدر يعني 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 نجيب وولتر هوجي منه ولكن هو قبل الحلقة بساعتين قال إنه في الشيخ زايد فهو كلامه صحة ويحب يجي أكتوبر يحب يوعد يحب يخرج والنهارده تمرينهم كان بدري فعشان كده قدر يروح ويجي ودي حاجة كويسة طيب بتشوف أكيد الأهلي فانز يعني بتروح بتلاقيهم بتعاملوا معاك إزاي بتشوف الترحاب إزاي من جمهورنا دي الأهلي أنا أخذت حتى الآن 17 صورة الجميع يريد التقاط الصور معي أحب الطريقة التي أتعامل بها احترامهم لي أنا لا أستأمن هذا الأمر أنا أحب هذا الأمر 70 بيكتشر بالمومنت هو بيقول يعني يعني يا جماعة أول ما جاء يعني كل الناس في القناة طبعا مرحبة به وده وضع طبيعي نحن بكل نجومنا يعني ولكن طبعا هو لما جاء النهارده كل الناس بتتصور معي وهو الحقيقة بكل تواضع بيتصور مع الناس ومش بيتضايق ده خالص فهو سعيد جدا بجمهور النادي الأهلي يعني أنت كل يعني حساباتك على السوشيال ميديا حصل فيها قفزة كبيرة جدا ومتابعينك على السوشيال ميديا شايف ده دعم مجمونا دي أهلي ديك نعم كان دعما عظيما خلال ساعتين كان لدي عدد كبير من المتابعين أنا لست مشجعا كبيرا للسوشيال ميديا لست متابعا كبيرا كعائلتي ولكن رأيت الآن الأمر كان جنونيا على حسابات السوشيال ميديا الخسرية طب وولتر لو جم زميلك في الفريق قال لك وولتر نحن عندنا بكرة أوف داي ما عندي لاش تمرين وفي فريق النادي الأهلي عنده مباراة مثلا في أفريقيا أقول لك تعال معنا هتروح بالطبع تشوف الفوتبول في الملعب بالطبع بالطبع سأذهب لأشاهد بالطبع أنا أحبه بكرة القدم بسبعة الحال فبالطبع سأتابع بالطبع سأتابع ستكون مرأة عظيمة بالطبع وده حاجة جيدة أن حتى أنت يعني يعني عايش تشوف الأتموسفير بتاع الكرة القدم لأن عارف نادي الأهلي هو نادي القرن في كرة القدم ويعني كتير بيجيبوا مسافات كبيرة عشان يشوفوا نادي الأهلي وأكيد أنا هنضم ليكم في مباراة هنروح مع بعض ونتفرج عليها إن شاء الله يعني بإذن الله طيب خلينا أتكلم عن اللغة العربية أنت أكيد الأرابيك لانجويش يعني في كلمة اتنين تلاتة لأطهم طبعا غير كوشري يعني كوشري دي خلينا أهلا ، قا Phillips وستدعم بيجي فقد أستعر بيجيب لا يمكنك يدينها في كلمة واتي اما ش لا متب إزرور تليم كلمة باية الله لا أستطيع آسف لا صادراً برايستشن ليس كأنك لن تعود حديثات لأنها لا تغطاقك لأنها لا تغطي لاiquesك Champions لأنها لا أعتقد hace Hearts لم أطيرem это ياسverted on On بالتأكد لوقتي لعائلتي ولا التدريب ولا الطعام فقط لوقتي البلاي سيشن الجميع الذي يأكل طعام سيء ويلعب بلاي سيشن يفعلون شيئا مختلفا وأنا أحب هذا هذا أمرا سيئا بالنسبة لي فبالتالي أخسر مباراة لا أحب البلاي سيشن يا جماعة أنا أقول لكم أنا متفاجئ من الردود والله العظيم أولا بلاي سيشن لا يحب بلاي سيشن بس أنا ريسبيكت أو بحترم جدا اللي هو قاله اللي هو قاله إنه ما بلعبش بلاي سيشن ده لعيب يا جماعة والتار هوجي يعني أنا بتوقع يعني قبل الحلقة الناس هتبقى فاكرة حاجة وبعد الحلقة تبقى فاكرة حاجة تانية تشوف حاجة تانية خالص لعيب ما بلعبش بلاي سيشن شنكس في تمرينه بيقولك الوقت إلا ضايقه في البلاي سيشن ضايقه في تمرينك يا جماعة اتفرغوا وتعلموا لعيب على مستوى عالي أنا أحب الكوميديا والأكشن مين ممثلك المفضل مثلاً في الأكشن؟ فيلم المفضل هو ممثلك المفضل مين الممثل الممثل؟ دنزل واشنطن أيضاً هل تبعت ممثل مصري؟ لم أرى أي شيء، يجب أن أخبرني سأخبرك، سأخبرك، سأخبرك سأخبرك، سأخبرك، سأخبرك شيء كل شيء جيد أنا سأساعدك، كما أنت تساعدنا خلينا أتكلم عن فيس جينيورز يتفرجوا عليه لعبة ناشئين كتيراً يتفرجوا علينا أديكم نصيحة واحدة نصيحة واحدة تقول للعب إيه؟ عشان يبقى أحسن وأنه يتطور شايفها أهم حاجة يا وولتر؟ نصيحتي هي أنا أعتدت أن أكون لعباً قصيراً ولم أكن الأقوى، ولكني كنت سريعاً وكن كل من يشاهدني الآن أنا كنت أتمرن في الليل النهار وفي الصيف كنت أعود هذه النقطة حينما يكون لديك الحافز القوي ولديك ما تريد أن تفعله فستطور وستحافظ على هذا التطور فأنا لازلت أتعلم من كل مباراة فمعظم الأوقات لا تكون في أعلى مستوياتك لكن الآن أنا يجب علي أن أحافظ على العمل وأحافظ على التطور فكل يوم أنا أقلق بهذا الخصوص أنا أكون محافظاً على هذا المستوى أولاً بأول خليني بس أعلق على الإجابة بتاعته في حاجة وولتر هوجي 80% من النصيح اللي قالها منتل شغل منتل يعني أن أنت أولاً تحسن من نفسك ومستواك تشوف نقطة ضعفك وتشتغل عليها أنت الأول بتفهم وتعي منتل وبعاكات تطبق وتتمرن على الشوتينج أو قال أنا الراجل بحب الشوت فلازم أتمرن على الشوتينج قال أن أنت مهما وصلت هتتعلم قال أنا عندي 36 سنة وحتى الآن بتعلم كله شغل منتل بينعاكس على الملعب لا أولتر الحقيقة قوته مش في مستوى قوته في هاوهي تينك إزاي بيفكر إزاي بيتعامل مع الأمور هي دي قوته يعني أنا شايف كل الأمور اللي اتعرضت علينا دلوقتي هو بيشغل مخه في اتجاه معين عشان يعني يبقى في الملعب طيب خلينا أتكلم عن منتخب مصر انت شفت منتخب مصر بيلعب وشفت بطوت أفريكا اللي فاتت وشفته حتى في الورلد كوب اللي في كيشن جيمز وشفت إزاي بيقدوا شايفوا انتخب مصر أحسن للوقتي شايفوا الجماعية أحسن مع المدرب الجديد روي الكندي شايفوا انتخب مصر إزاي والدف أعتقد أنهم يقومون بعمل رائع قد قدوا بطولة أفريقية رائعة لم يفزوا ولكن كان الأمر رائعا بالنسبة لهم حينما 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 تلاعب فرق تأتي من كل مكان ومختلفة في كل مكان طبعا يكونوا أمر صعبا ولكن المنتخب المصري أدى بشكل رائع ضدهم إن شاء الله نتمنى له التوفيق ولتر إزاينا نطلع فاصل أعزائي المشاهدين هنطلع الفاصل نرجع نكمل مع ولتر عندنا كلام كتير اللي عايز يسأله حاجة يبقى إلنا على صفحتنا على سوشيال ميديا وأنا هسأله ولتر على طول وفورا ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد يعني أكيد ما يفعش يكون معي ولتر هوجي ومسألوش عن كاريره أو يعني حياته أو تاريخه في الرياضة يعني خلينا بتدي مشوارك في الرياضة يعني ابتديت في هوم بورتريكو ولا ابتديت إزاي ابتديت بسكتبول إزاي ولتر أنا بدأت حينما كنت حينما كان عمري أربع سنوات وبدأت مرحلة الاحترافية بدأت في بورتريكو ذهبت بعد ذلك إلى بولندا لمدة سنتين وانتقلت بعدها إلى إسبانيا وروسيا وإيطاليا وفرنسا وبعد ذلك انتقلت إلى لبنان والآن أنا في مصر مرحلة بسكتبول مرحلة بسكتبول خلينا أتكلم معاك عن دراستك الجامعية كانت فين أنا ذهبت أنا بدأت في أكاديميات فلوريدا وكان لدي المدير الفني كان أفضل مدير فني يعني علمني كل شيء كان لاعباً رائعاً ومسدداً رائعاً هو غير حياتي بأسباب كثيرة علمني كثير بخصوص المواريات وأثر فيها في مستقبلي بعد ذلك وكان لدي أيضاً مدير فني ليغنان كان أفضل مدير فني والعنت تقريباً هو في شيكاغو بولدوش أمريكا حقق مع جامعة فلوريدا بطولتين على المنصوى المحلي أنا لعبته مع مجموعة لعبين رائعين في هذا الوقت أيضاً فهذه نبذة عن كاريري هل بازلت على اتصال بالكوتش يعني اللي أنت تكلمت عنه ولا لسه على اتصال معه بتبعاته البعض تتكلمه بالطبع بالطبع كوتش كوبورو أنا تواصل معه حتى الآن هو يقول لي أنت الآن أصبحت لعباً رائعاً هو يتابعني الآن مع الأهلي وهو يتواصل معي دايباً طب وولتور يعني لعب مصريين شايفينك أن أنت كنت تقدر تلعب في الأم بي نحن يعني يمكن جمهور القلب يحبك وشاف أن أنت إمكانياتك تؤهلك تلعب في الأم بي هل جالك عارض تلعب في الأم بي هل رحت ترياوت معهم يعني هل حصل جالك فرصة في الأم بي في إسبانيا أيضاً أنا أظهرت كانت أفضل ولكني ذهبت إلى إسبانيا كانت أفضل فرصة لي في هذا الوقت أنا لم أكمل هذه العملية الأم بي بالطبع كان حلمي ولازال ولكني حققت هذا الحلم في إسبانيا يعني برضو أنا عايز أقول حاجة يعني الأم بي آه نادي هو الأعظم هاي سوري مش نادي هو الدوري الأعظم ولكن يعني أولتر بيفكر بمنطقية هو الدوري الأسباني دوري قوت دالين أسبانيا دولتي بطل أوروبا وأسبانيا عندها نهضة بقال عشر سنين في البسكتبول يمكن خمستاشر سنة كمان في البسكتبول فهو شاف أن الدوري الأسباني لما مضى سنتين وده اللي منعه يروح أنه برضو حق حلم إنه كان ما بين اختيارين إنه يلعب في أسبانيا أو يلعب في الأم بي آه وهو رحل اللي بيحبه فدائما مش الأم بي آه هو يعني كل حاجة فيه فيه أماكن كتير جدا تقدر ترحها وتبقى بترعب فيها بتستمتع فيها طبعا زي الأم بي آه بالزبط طيب خليني نتكلم عن يعني محطة مهمة في حياتك يعني أكيد كل لعب بي ستيشن مثلا هو بيقف عندها بيقول أنا النقطة دي كانت نقطة بريك بوينت عندي في حياتي إيه النقطة اللي كانت عندك يعني محورية ومفصلية في الكريم بتاع كله أعتقد هي زواجي قرار زواجي حينما تزوجت وكانت هي أفضل أصدقائي أفضل داعمي بالنسبة لي كانت هي أفضل ذكرى وأفضل لحظة في حياتي حينما أفضت مع زبالك بالبطولة وتزوجت وبعد ذلك فضلت ببطولة أيضا فبالتالي أين تزوجت معي؟ يعني أم تزوجت أنا تزوجت منذ ثنانية أشهر برافو يعني زي ما قلت لك أنت سمارت دلوقتي زوجتك هتشوف الانترفيو طبعا أنت بتقول الكلام ده طبعا بكل مشاعر وحب بس أنت فعلا يعني سمارت فعلا زاكي وخلينا أقول لك أنه يعني البناء دا ما بيكون عنده استقرار في حياته الرياضي بالذات خلينا أقول بينك و سين ما بيكون عنده استابلتي في حياته دا أكيد بنعكس على الملعب المقولة دي صح؟ يعني الكلام اللي أقوله دا صح؟ بالطبع حينما تركز فقط على حينما يكون لديك الاستقرار في المنزل سيكون لديك تركيز أكبر على على مستواك الفني وتؤدي عملك بأفضل ما يكون بالنسبة لي حينما تأكدت من استقرار عائلتي وأنا عائلتي بأمان فبالطبع أديته أفضل ما لديه في عملي طيب زي ما طلبتك أنت تقول كلمة للعيفة الزغيرة ونصيحة وكانت فعلا نصيحة جيدة جدا وخلينا أقول كلمة تقولها الجمهور للأهلي الجمهور للأهلي اللي بيحبك وكان فرحان جدا بيك وحتى كانوا بيتابعوا وكانوا بيتابعوا كواليسك وإزاي جاي وإزاي هيوصل وتوصل إمتى تقولي الجمهور للأهلي أحب أن أشكرهم جزيلا على دعمهم وأقول لهم وعلى دعمهم للأهلي في كل الألعاب في كرة طائرة وكرة السلة وكرة القدم أنا أتطلع لأفوزا معهم ببطولة طب بولكتور يعني من أول ما جيت النادي الأهلي أكيد حسيت بشيء مختلف وده طبيعي كل مكان بيكون مختلف عن اللي قبله وأنت عندك تاريخ طويل مع كرة السلة وبلاد كتير أنت لعبت فيها شايف إيه المختلف في النادي الأهلي من أول ما جيت النادي الأهلي واستقبلوك شايف إيه المختلف في النادي الأهلي أو إيه اللي بيميز النادي الأهلي أعتقد أن الشغف الذي لديهم مختلف الشغف الذي وجدت في هذا النادي أنا لعبت فيه كثير من الأماكن تجد الكثير من المشجعين ولكن النسبة للأهلي المشجعون مختلفون يحبون الأهلي فعلا هذا أمر يجب علي أن أحترمه هذا أمر مهم جدا طب على مستوى التنظيم الإداري يعني التنظيم الإداري وداخل النادي الأهلي ووجود إدارة نشاط رياضي ووجود هيت كوتش ووجود إداريين شايف على مستوى الإداري شايف النادي الأهلي كيف؟ الأمر لطيفاً الجميع يتعامل باحترافية الجميع يسعى ليعرف ما تحتاجه ويحققوه يهتمون بمكان سكنك وهذا يجعل الأمر سهلاً علي وهذا أمر هاماً لي طيب يعني شايف عوامل النجاح من وجهة نظرة لأنها تحطيت في نفس التجربة اللي أنت تحطيت فيها وشفت أمور كثيرة يعني النادي الأهلي يعني يستحقها شايف المناخ العام الأتموسفير جهة النادي الأهلي يساعد على حظ البطوات؟ بالطبع حينما يكون لديك الاستقرار يكون لديك كل ما تحتاجه هذا يسهل عليك الأمر أنت تريد أن تلعب تريد أن تقوم بمهمتك على أفضل نحو فبالطبع هذا أمر هاماً من وجهة نظرك يعني في كرة السلة في مهارات كتير مهارات كتير جداً في كرة السلة فيه دريبلين والشوتينج والديفنس والفاست بريك فيه عاجات كتير جداً مهارات كتيرة جداً شايف يعني أهم مهارة فيهم شايف أهم اسكيل ممكن أنت تبقى عايزه أنت كلاعب وأنت شايف من غيره اللعب بسكتبول مش هينفعي بلعب بسكتبول من السكيلز دي كل هاي هي قراءة أعتقد أن قراءة المباراة هي أهم مهارة يمكنك أن تكون مسدداً صانع الألعاب ولكن الأهم هو أن تفهم المباراة هذا هو أهم عامل بالنسبة للاعب كرة السلة أن تفهم المباراة وأن تنظر جيداً إلى المساحات وتنظر ما تحتاجه المباراة بالتحديد أنا بس عايز أقف على دي شوية لأن نفس الكلام ونفس اللغة اللي بيكلم بيها وولتر نفس الكلام ده اللي أسمعته من مستر دانيال رئيس قطاع الناشئين مستر دانيال رئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي أنه إزاي تقرأ الملعب أهم حاجة في اللاعب مش في البسكت بس في وجهة نظري أنه اللاعب اللي يقرأ الملعب اللي عنده آي كيو دايما بيقول اللاعب اللي عنده آي كيو في الملعب الريدنج في الملعب زي ما بيقول والتران بتك على الحاجات المهمة اللي بيقولها واللي بتبقى فيها رسائل رأيه الملعب دي 80-90 في المهم من مستوىك انت لو مستوىك لعيب كويس وبتقراش الملعب مفيش لعيب كويس في الملعب لازم تقرأ الملعب كويس عشان تقدر بيت ترجم مهاراتك يعني حاجة جيدة جدا تقول الكلام ده ويتمنى اللعيبة صغرين تتعلم منهم طب والتر تتمنى تقعد سنتين ثلاثة في مصر ومع الاهلي تتمنى تقعد وقت طويل مع النادي الاهلي أنا أحب طبعا أحب طبعا أن أبقى مع الاهلي وأن أحرز البطولات مع الاهلي الآن أساعد مع كل اللعبين نساعد بعضنا وأتمنى أن أضيف للفريق وأضيف للعبين الشباب وأتمنى أن أتواجد في الاهلي لسنوات مقبلة واحنا نتمنى كده طب هروح معاك لموضوع تاني المنتخب مصري أو المنتخبات العالمية دلوقتي حتى أسبانيا فرنسا بيبقى عندهم لعب مجنس بيسموه يعني لعيب من جنسية أخرى بيلعب معهم في المنتخب لو تعرض عليك حاجة كده في مصر توافق تردق أنت كون لعيب مع منتخب مصر؟ بالطبع بالطبع سأوافق بالطبع وأكيد يعني ده ميزة موجودة طبعا في كل الاتحاد الدولي أتاحها أنه ممكن تستعين بلاعب معاك في المنتخب يعني حاجة زي كده مرحبة عندك أنا لعبت مع جزر الفرجن وبالتالي كان الأمر مرحب به إذا كان الأمر متاحا هنا بالطبع سأود أن أكون جزء من هذا طيب سؤال أخير يعني مسألة دائما للعيبة يعني طموحاتك أمالك يعني في تلاتين سنية إيه يعني الطموحات التي ترجوها حتى في الشورت تيرم اللي جايدة أو الفترة القصيرة اللي جايدة شورت تيرم جاس على المدى القصير أتمنى أن أحظى بمزيد من الأطفال الأفوز وأن أكون سعيدة من عائلتي وأن أتمنى لك كل الخير ونتمنى نشوف ابنك أو بنتك هيكونوا لعيبة بسكت جميعين جدا شكرا وإن شاء الله سيتحقق لك وكل أحلامك وأمالك تتحقق وإحنا سعداء بك جدا وبشكرك على وجودك معنا في قاتل الأهلي واستمتعتنا على المستوى الشخصي بهذا الحوار شكرا شكرا جزيلا أعزائي المشاهدين ده كان حوارنا مع وولتر هوتجي حاولت بقدر مستطاع أن أنا طبعا يعني أدخلكم في شخصيته أكتر تعرفوه أكتر في الملعب يعني ما يبقاش بس علاقته بجمهين ندي قالي هو الملعب جمهين ندي تعرفه أكتر وجمهين مصر تعرفه أكتر وشوفني أديه هو راجل بيفكر بالمنت المزبوط أشكركم شكرا جزيلا حسن المتابعة وانتظرونا في حلقة جديدة وهضير جديد وبطل جديد مع علاقته شكرا جزيلا